حدثنا يونس بن محمد قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن العصري حدثنا شيهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون قادمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم فآشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأشجر وكان أول يومين وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمار قلنا نعم يا رسول الله فتخلف بعد القوم فعقل الرواحل لهم وضم متاعهم ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبسا من صالح ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأه فلما دن منه الأشجر أوسع القوم له وقالوا هاهنا يا أشجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم واسط وقاعدا وقبض رجله هاهنا يا أشجر فقعدا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرح بابه وأطفه وسأله عن بلاده وسمى له قرية قرية الصف والمشقرة وغير ذلك من قرى هجر فقال بأبي وأمي يا رسول الله لأنت أعلم بأسماء قران منه فقال إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها قالا ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا أخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام أشبه شيئا بكم أشعارا وأبشارا أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين موتورين إذ أبا قوم أن يسلموا حتى قتلوا قال فلما أن أصبحوا قال كيف رأيتم كرامة إخوانيكم لاكم وضيافتهم إياكم قالوا خير إخواء ألانوا في راشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمون كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها ثم أقبل علينا رجلا رجلا فعرضنا عليه ما تعلمنا وعلمنا فأمنا من علم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والسننة ثم أقبل علينا بوجهه فقال هل معكم من أزوادكم شيء ففرح القوم بذلك وابتدروا رحالهم فأقبل كل رجل منهم معه سرة من تمر فوضعوها على نطع بين يديه فأومأ بجريدة في يده يده كان يختصر بها فوق الذراع ودون الذراعين فقال أتسمون هذا التعدود قلنا نعم ثم أومأ إلى صرة أخرى فقال أتسمون هذا الصرفان قلنا نعم ثم أومأ إلى صرة فقال أتسمون هذا البرنية قلنا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أما إنه خير تمركم وأنفعه لكم قال فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثرنا الغرزة منه وعظمت رغبتنا فيه حتى صار معظم نخلنا وابتمرنا البرني فقال الأشجو يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخيمة وإن إذا لم نشرب هذه الأشربة تهيجت ألواننا وعظمت بطوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في الدباء والحمتم والنقير وليشرب أحدكم في سقاء يلاث على فيه فقال له الأشج بأبي وأمي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وأومأ بكفيه فقال يا أشجو إني إن رخصت لك في مثل هذه وقال بكفيه هكذا شربته في مثل هذه وفرج يديه وبسطها يعني أعظم منها حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى أبن عمه فهزر ساقه بالسيف وكان في الوفد رجل من بني عضل يقال له الحارث قد هزرت ساقه في شراب لهم في بيت تمثله من الشعر في امرأة منهم فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه بالسيف فقال الحارث لما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعت أسدل ثوبي فأغطي الضربة بساقي وقد أبداها الله تبارك وتعالى